السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثاني من أكاديمية أطفال الرمث النموذجية كيف حالكم؟ أدعو الله بأن تكونوا بخير اليوم يا أحبائي سوف نكمل معكم في مادة اللغة العربية الدرس السابع عشر بعنوان فصل الصيفي سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة في بداية الوحدة وإن شاء الله سوف تجيبوا عليها بشكل سليم من منكم يعدد لي عدد فصول السنة؟ سوف تجيبوا أربع فصول في السنة أحسنتم من يذكر أسماء فصول السنة؟ سوف تجيبوا فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف وهنا اليوم يا ثاني سوف نتعرف على أو نخص بالذكر فصل الصيف ونتعرف مع بعضنا على صفات فصل الصيفي لمعرفة صفات فصل الصيف يا ثاني نتأمل صور الدرس في الكتاب المدرسي جيداً في صفحة 85 تأمل معي صورة رقم واحد جيداً صف ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ ماذا نشاهد يا ثاني؟ سوف تجيب غابة ونباتات وأشجار وأزهار متفتحة وطيور تحلق عالياً في السماء وسماء صافية زرقاء تخلو من السحب وهم شيء في السورة هو شمس ساطعة إذن هنا مصفات فصل الصيف التي تظهر من خلال هذه السورة هي يا ثاني ظهور الشمس أو سطوع الشمس وصطوع الشمس هذا يا ثاني يعني أن درجة الحرارة تكون حارة في الصيف درجة الحرارة حارة في الصيف والأزهار متفتحة في الصيف تبع معي هنا يا ثاني نتابع صورة رقم اثنين ماذا نشاهد؟ نشاهد أطفال أو أشخاص يقومون بقطف وجني الثمار التي على الأشجار إذن مميزات فصل الصيف أن الثمار نضجت وتكون جاهزة للأكل إذن نضوج الثمار وهو فصل الصيف والعطاء وسلاله العامرة لأنه موسم القطاف يا ثاني نتابع مع بعض صورة رقم ثلاث ماذا نشاهد؟ والد ووالدة أو أم وأب وأطفال ماذا يفعلون؟ إنهم يجلسون مع بعضهم وما هو الوقت الذي نشاهده في هذه السورة هو وقت الليل؟ كيف عرفت ذلك؟ من خلال الظلام الذي نشاهده وظهور القمر خلف الأشجار إذن هنا تسهر العائلة في فصل الصيف تحت ضوء القمر لأنه فصل جميل ودافئ ونحب أن نجتمع مع بعض ضن البعض ونسهر في فصل الصيف ومن بعد إنهاء مناقشة صور الدرس والتحدث عنها نأتي إلى القراءة التفسيرية كما تعودنا هيا بنا يا ثاني لنقرأ الدرس مع بعض هيا بنا فصل الصيف ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الصاطعة ونسماته الحارة فيه تخل السماء من السحب وتصفو بزرقتها كالبحر وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير ونستفيد في الصيف من العطلة المدرسية فيما ينفعنا ونلتقي أهل نوم عارفنا وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات لأنه فصل الخير والعطاء فيه نجمع الثمر ويطيب لنا السهر في ضوء القمر هيا بنا يا أحبابي لنتعرف على بعض معاني الكلمات الجديدة ونطرح بعض الأسئلة ونجيب عليها من خلال هذا الدرس هيا بنا لنبدأ من العنوان فصل الصيف كلمة فصل الصيف هي فصل هنا عندي اسم مفرد فصله هو اسم مفرد وجمعها كما ذكرنا سابقا هي فصول فصول السنة إذن فصول هي جمع لكلمة فصله الصيف هنا يا ثاني فيها لام شمسية فيها لام شمسية ها قد أقبل علينا الصيف بشمسه الساطعة ونسماته الحارة فيه تخل السماء من السحب وتصف بزرقتها كالبحر وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفئ والطمأنينة والطعام الوفير هنا يا ثاني كلمة عندي أقبل معنى أقبل علينا الصيف أي جاء أو أتى فصل الصيف هنا يا ثاني لكلمة بشمسه بي حرف جر كما تعلمنا سابقا وشمس اسم مجرور وهنا الها هي ضمير متصل والصادعة هنا لام شمسية ونسماته الحارة كلمة نسمات هي جمع تكسير نسمات جمع تكسير مفردها نسمة واتصلت بها ضمير متصل الحارة معنى الحارة أي شديدة الحرارة هنا كلمة الشمس هي اسم مفرد شمس واحدة فيه تخل السماء من السحب إذن صفات فصل الصيف يقبل علينا فصل الصيف بشمسه الصاطعة هذه الصفة ونسماته الحارة وأيضا تخل السماء من السحب ما معنى السحب؟ أي تخل السماء من الغيوم السماء هنا نوع اللام فيها لام شمسية السحبي هنا نوع اللام لام شمسية ومينها؟ حرف جار والسحبي اسم مجرور طيب هنا السحب اسم مفرد أم اسم جمع؟ سوف تجيب السحب هي جمع مفردها سحابة واحدة وتصف بزرقتها كالبحر إذن هنا تشبيه يا ثاني للسماء تشبيه بزرقة السماء بيش؟ بزرقة البحر وتصف بزرقتها كالبحر إذن لأنها صافية وتخل من السحب تكون زرقا طيب هنا وصفوها بزرقتها كالبحر هل أنت بتعرف يا ثاني أن البحر يحتوي على ماء؟ كما تعلمت خصائص الماء في مادة العلوم هل الماء لون أو رائحة أو طعب؟ سوف تجيب لا هنا يوصف لون البحر بالزرقة بالزراق لون أزرق هل البحر لونه أزرق؟ هنا سوف تجيب أنت؟ نعم لكن أنا سوف أقول لك لا البحر ليس أزرق بل يا ثاني لون السماء الأزرق يعكس على سطح البحر فيبين لك بأنه البحر لونه أزرق إذن تعلم هذه المعلومة أن البحر ليس أزرق بل لون السماء الأزرق يعكس على لون سطح البحر إذن هنا تشبيه لون السماء الزرقاء بلون البحر وتحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفيري تحلق أسراب الطيور معنى تحلق هنا يا ثاني أي تطير تطير أسراب الطيور تطير أسراب ما معنى كلمة أسراب؟ أسراب هي جماعات من الطيور أي تطير جماعات من الطيور في فصل الصيف وهي تنعم بالدفء مبسوطة بالدفء وعم تحلق في السماء وهي تشعر بالطمأنينة والطعام الوفير يتميز فصل الصيف بالدفء والطمأنينة وهي الأمن والطعام الوفير طعام وفير لأنه يمتاز فصل الصيف بفصل الخير والعطاء ونضوط الثمار هنا كلمة تحلق فعل أم اسم سوف تجيب تحلق فعل تحلق فعل مضارع أحسنت يا ثاني أسراب أسراب جماعات من الطيور أي معنى أي أسراب أي جمع تكسير هنا نوعها أسراب جمع تكسير مفردها سرب واحد الطيور هنا جمع ومفردها طير وهي هنا تعلمت سابقا هي ضمير غائب للمفرد المؤنث تنعم بالدفء تنعم بالدفء تحصل على الدفء والطمأنينة هنا هو واو حرف عطف كما تعلمت سابقا والطمأنينة معناها الأمن والطعام هنا لوع اللام فيها لام شمسي الوفير نوع اللام فيها لام قمرية ومعنى الطعام الوفير أي طعام كثير نستكمل الفقرة الثانية من الدرس ونستفيد فيها الصيف من العطلة المدرفسية فيما ينفعنا ونلتقي أهلنا ومعارفنا وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات لأنه فصل الخير والعطاء فيه نجمع الثمر ويطيب لنا السهر في ضوء القمر ماذا نستفيد في فصل الصيف؟ نستفيد في فصل الصيف من العطلة المدرسية التي تقرر نهاية كل عام في الصيف نستفيد منها فيما ينفعنا ونفعل بها ما نريد من صهير ومن ممارسة هواياتنا المختلفة وأيضا نلتقي أهلنا ومعارفنا وتكون لنا مع موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات هنا نستفيد يا ثاني في المدارة في حرف جر الصيف اسم مجرور من العطلة كمان أيضا هنا حرف جر اسم مجرور العطلة هي اسم مفرد أم جمع؟ سوف تجيب العطلة واحدة هي اسم مفرد جمحة عطل فيما ينفعنا إذن نستفيد في الصيف فيما ينفعنا ونلتقي أهلنا ومعارفنا من أصدقاء وأحبابنا وجيراننا وكل من نريد أن نراه وكان الوقت لا يسمح لنا في أوقات الدوام أو أوقات المدرسة وتكون لنا مع موسم القطاف إذن فصل الصيف هو موسم القطاف أي إنتاج الثمار وقطفها وتكون جاهزة للقطاف وللأكل وسلاله العامرة يوصف هنا موسم القطاف أي سلال الخير لأنه يتجمع فيه الثمار قصص وحكايات هنا كلمة قصص اسم مفرد أم جمع؟ سوف تجيب أنها اسم جمع وحكايات أيضا اسم جمع الفرق بين قصص وحكايات بنوع الجمع قصص جمع تكسير حكايات جمع مؤنث سالم لأنه انتهى بماذا؟ بألف وتاء ومفرد حكايات حكاية طب اذكر لي مفرد قصص سوف تجيب خصة أحسنت نكمل لأنه فصل الخير والعطاء لاحظ هنا إشارة الترقيم معي فاصلة تحت نقطة نسميها فاصلة منقوطة وهذه الفاصلة منقوطة تأتي لجملة أو تفسير من بعدها لجملة السببية الأولى لماذا تكون لنا مع موسم الصيف موسم القطاف وسلاله العامرة قصص وحكايات لأنه فصل الخير والعطاء فيه نجمع الثمرة إذن في فصل الصيف نجمع الثمار ونحصل عليها ويطيب لنا السهر في ضوء القمر ما معنى يطيبه؟ أي يحل لنا السهر تحت ضوء القمر وننعم بالدفع هنا يا ثاني انهينا مع بعضنا تفسير هذا الدرس والآن ننتقل يا ثاني مع بعضنا إلى أسألة السماء هيا بنا يا ثاني افتح معي على صفحة رقم 84 في الكتاب المدرسي هيا نقرأ السؤال الأول اقرأ معي كيف تكون السماء في فصل الصيف؟ ذكرنا أن السماء في فصل الصيف تخل السماء من السحب وتصف بزرقتها كالبحر هنا كيف هي أداة الاستفهام؟ نسأل عن الحال كيف تكون السماء في فصل الصيف؟ تجيب تخل السماء من السحب وتصف بزرقتها كالبحر ننتقل إلى السؤال الثاني ماذا تفعل أسراب الطيور؟ هنا ماذا هي أداة الاستفهام؟ وانتهت بإشارة استفهام إذن هنا جملة استفهام أو أسلوب استفهام لماذا سميت أسئلة؟ لأن هنا كلها جمل الاستفهام مبدوء بأدوات الاستفهام وتنتهي بإشارة الاستفهام ماذا تفعل أسراب الطيور؟ يعني ماذا تفعل جماعة الطيور في فصل الصي تحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفء والطمأنينة إذن تحلق أسراب الطيور عالية في السماء وهي تنعم بالدفء والطمأنينة والطعام الوفير ننتقل إلى السؤال الثالث ما أهمية العطلة المدرسية فيها الصيف أهمية العطلة المدرسية فيها الصيف نستفيد فيما ينفعنا ونلتقي أهلنا ومعارفنا إذن نستفيد منها فيما ينفعنا ونلتقي أهلنا ومعارفنا ننتقل إلى السؤال الرابع لماذا يعد فصل الصيف فصل الخير؟ يعد فصل الصيف فصل الخير لأنه موسم القطاف فيه موسم القطاف وجمع الثمار إذن لأنه إذن نعيد السؤال لماذا يعد فصل الصيف فصل الخير؟ لأنه موسم القطاف وموسم جمع الثمار هنا أين يطيب لنا السهر يا ثاني؟ أين أداة الاستفام يطيب لنا السهر في ضوء القمر إذن يا ثاني إن شاء الله تكونوا استفدتم من الدرس ويعطيكم العافية نلتقي أهلنا